شعلة الانتاج في حقول النفط والغاز والمصانع البتروكيماوية تواصل نشاطها مسرعة الخطوات لتعزيز مكانة سلطنة عمان بين أكبر منتجي ومصدري الطاقة والمنتجات النفطية صاعدة بالأرباح المحققة إلى مستويات مرتفعة فهذه أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة تسجل أرباحاً كلية بنحو مليارين وثلاثمائة مليون دولار أمريكي منها مليار ومئة مليون دولار أرباح صافية مسجلة نصولاً بقيمة واحد وثلاثين مليار ومئتي مليون دولار أمريكي التقرير نصف السنوي الذي أصدرته المجموعة أوضح أن إجمالية إنتاج النفط من الوصول المشغلة من قبلها ومن قبل الشركات الاستثمارية بلغ حوالي 222 ألف برميل يومياً محققة ارتفاعاً بنسبة 7% من الانتاج في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي نشاط أوكيو تتوسع قاعدته في مختلف محافظات سلطنة عمان ببلوغها نسبة 99.99% في معدل توافر شبكة الغاز لتحظى بإنتاج بلغ 470 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي تفاصيل أرقام التقرير أوضحت أن الطاقة التكريرية في قطاع المصاف والبتروكيمويات بلغت 300 ألف برميل يومياً في وقت بلغت فيه طاقة إنتاج البتروكيمويات من أوكيو للبولامير نحو 600 ألف طن متري بينما بلغت طاقة إنتاج الميثانول حوالي 500 ألف طن متري وطاقة إنتاج مصنع العطريات بنحو ألف طن متري وبلغت طاقة إنتاج مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال حوالي 170 ألف طن متري اندماج مجموعة أوكيو مع المجتمع المحلي يتضح من خلال حراكها في الدفع بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسجلة إنفاقاً بلغت قيمته 123 مليون دولار أمريكي على نشاط هذه المؤسسات مولية الاهتمام الكبير بالمنتج العماني بإنفاقها نحو 82 مليون دولار أمريكي على المنتجات المصنعة في سلطنة عمان